نتكلم شوية عن برضو قصة من القصص اللي بتميل إلى الوسطية أو بتميل إلى الاعتدال بشكل عام وهي ريجان ريجان مظبوط اسمها مظبوط؟ تمام دي أول قصة في المجموعة يعني إيه ريجان؟ ما أنا أقول لها حضرتك هي القصص ما محاولة قتل ريجان فتكلم عن اتنين أصدقاء بيكتبوا قصص هما بيكتبوا هما كتاب لكنهم ما نشعرواش حاجة لسه مبتدئين وصديق راحل الثاني قال له أنا عايزة أكتب قصة فكل مرة بيقول له عايزة أكتب قصة ومكتبش حاجة فهو خلاص قال لي عندما مش هيكتبه كل مرة يقول حاجة ما بيعملهاش آه فخلاص ده إيدك منه والأرض مش هعمل أي حاجة خالص فقال له لا ده أنا عندي فكرة قصة جميلة جدا قال له طيب قل لي عليها إيه هي قال له إيه رأيك لو قتلنا ريجان في القصة آه ريجان ده اسم؟ آه آه أوكي قال له طيب إحنا هنستفيد إيه لما نقتل رئيس أمريكي سابق آه في القصة آه قال له لا رئيس أمريكي سابق ريجان البنت الوسطى للملك لير في مصرحية الملك لير بتاع تشكسبير قال له طيب إحنا هنقتلها إزاي يا ريجان قال له لأن هي المسكة العصائية من النص فقلت المصرحية عملت مرجح وإحنا عملين شوية نبقى مع الملك وشوية نبقى ضده شوية نبقى مع أولاده وشوية نبقى ضده فلو دي تلغت من القصة هتبقى القصة لها توجه يا إما يمين يا إما شمال يا إما هيقيدوا حكم البنات إن هم ياخدوا المملكة يا إما الملك لير هيحتفظ بلمملكة فقال له ماشي خلاص إحنا نلغي الوسطية خلاص فرح جاب المصرحية بتاعت شكسبير والترجمات بتاعتها وبقى يقطع منها كل ما له علاقة بريجان إنه عايز يقتل ريجان بالفعل في المصرحية فعملوا قصة عن قتل ريجان فلقوا إن المصرحية بازت منهم معرفوش يموتوا ريجان لأن ريجان هي اللي كانت الأخت الكبيرة بنت الملك لير هي اللي ميلت دماغها لأنها يطردوا أبوهم بعد ما ياخدوا الورث ويوزع لهم المملكة القصة المشهورة بتاعت الملك لير والبنت الصغرى كورديليا كانت مع والدها وطردها من المملكة لأنها ما عبرتش عن حبها لي فبالتالي أحب الكاتب بقى اللي هو الاتنين كتاب الشباب إنه هو يلغي الوسطية من فلما لغى الوسطية من القصة اطلقت من حياتهم فابتدوا هما يتخنقوا هما الاتنين مين أحق بكتابة القصة ومين المفروض القصة دي بتاعته ومين الفكرة أنا قلت الفكرة وأنت عملت التناول لكن مين اللي المفروض يكتب باسمه وكأن الوسطية اللي كانت في القصة لما لغوها اطلقت من حياتهم وكأن القصة هي حياة بشكل ما وإن هي إلغاء حاجة في قصة ما بيلغي حاجة في حياة الشخص اللي بيلغي هذا الشيء بفكرة القصة وأشارت لفكرة الوسطية أو لفكرة الاعتدال طبعا ما هما الوسطية أن هما عايزين يلغوا الوسطية هما الاتنين الكتاب عايزين يلغوا لأنهما شايفين فحضرتك ذكرت من خلال عرضك للقصة دي أن احنا كمان لازم يكون عندنا وسطية لأن لو الوسطية دي تشالت هيبقى فيه مقا انحراف للأطراف اللي موجودة الوسطية اللي هي ممكن تبقى مرونة ممكن تبقى ليونة ممكن تبقى تحمل ممكن تبقى تسامح كل دي بتندرك تحت بند الوسطية صحيح ما هي أن أنا أتحمل حد هو مش ثقافتي ولا دماغي ولا لغتي ولا ديني ولا ما هو ده تحمله أو النقاش معاه هو ده نوع من النوع الوسطية اللي هو التسامح بيننا وبين بعض مش بالضرور نكون شبه بعض لكن لازم يكون فيه وسطية ولازم يكون فيه تسامح صحيح فلما نلغيها من القصة بتتلغي من حياتنا فلازم حتى لنقراضة يكون فيه وسطية مظبوط مظبوط جدا في حياتنا الوسطية والاعتدال مطلوبين بشكل كبير جدا وفكرة الأبيض والأسود والرمادي هي حياتنا كلها رمادي بالمناسبة يعني هي القصة عايزة تقول كده أن حياتنا كلها رمادي اللي أبدا دوسوا ده اللي هو الإكستريم بتاع يا إما فوق خالص يا إما تحت خالص لكن هو حياتنا مش كده حارتك شايف أو نوجة نظرك ككاتب أنه الناس اللي بتتعامل في حياتها باللون الأبيض والأسود بس دي ناس بتعب قوي في حياتها لأنه اللون الرمادي ده مطلوب أحيانا أظن أنه مش موجود غير عند المتطرف فقط المتطرف دي مش معنى أنه متطرف في مجال ممكن ممتطرف فكري ممكن ممتطرف في علاقاته الاجتماعية أيه مش يعني كلمة التطرف بتيجي بعدها كلمة ديني مش بالضرورة آه لا تطرف فقط مش غير يكون تطرف ديني آه ممكن يكون تطرف فكري ممكن يكون تطرف يعني واحد مثلا اللي هو بيعامل ولاده بقسوة أو بيعامل مراته بقسوة ده متطرف ده متطرف في العلاقات الاجتماعية أيه فالتطرف ده هو أساس مشكلات كتير بتحصل في المجتمع صحيح صحيح طيب عايزين نتكلم شوية عن القصص وإيه اللي كنت حريص أنه يكون موجود في كل قصة يعني وحدتك بتفكر لسه في 13 قصة أقول أنت كنت محدد أنهما 13 من الأوخل لا خالص لا مفيش حد بيعمل ده لا مش محدد ولا أنا ولا غيري يعني حدوتك بتكتب قصة قصة وبعدين بتشوف الأنسب وبتحطوه مع بعض بالزبط لأنه في قصة 30 صفحة في المجموع وفي قصة 3 صفحات أوكي العامل المشتركة اللي حاست أنها لازم تكون موجودة ما بين كل القصص بالبلدي كده خالص يعني عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا عارفين أو اللي هو الكتاب الشباب اللي بيحاولوا يعني اللي هو نفسهم أو أملهم أنهم يكتبوا في الفترات اللي جاية القصص أهم حاجة بتميز القصة القصيرة أو الرواية لكن القصة القصيرة تحديدا هي من اللي بيقولوا علي بالبلدي كده الزتونة أو المعنى أو الأصد البزرة من الأول خالص أنا أول قاعدة نقضية خدتها من أمي اللي أرحمها كانت لما كانت تيجي جارة عندنا وتقعد تتكلم معها بالساعة والساعتين في حاجات غير متربطة فكانت أمي تقول لها يعني إيه يعني عايز تقول إيه هو ده هو ده المعنى يعني إيه يعني إيه إحنا اتكلمنا ولازم يكون فيه غرض من الكلام فبالتالي لازم يكون فيه غرض من الكتاب فاللي كان شغلني في القصص دي وغيرها دي ولي كتبتا قبل كده إن إزاي القصة فيها فكرة والفكرة دي تكون واضحة للقارئ ما تبقاش هي مستغلقة ما يجيش في الآخر يقول لي يعني إيه يعني اللي هو زي الكلمة اللي كانت والدتي بتقولها للجارة لأ يبقى هو عارف إن فيه غرض ما فيه شكل فيه روح أي اللي هم يسميها ساعة يعني مثلا كلمة روح دي كلمة ممكن ما تمسكش لكن إيه خليها فكرة خليها معنى أي ليه أهديت العمل إلى روح خيري شالدي بحبه الله أرحمه يعني وكان حبيبي الله أرحمه الله يرحمه اتقابلنا مرات مش كتير لكن في المرات دي فرقت معي أنا كتير في حياتي وكان هو عنده مبدأ كده إن الحاجة اللي ما تمسش الإنسان ما ينفعش تقال عليه أدب فأنا يعني تعلمت منه هذا المبدأ وخيري شلبي من قلائل في الأدب هم عصاميين حقيين يعني من لاشئ تقريبا إلى روائي من أهم من روائيين العرب وكان مرشح لجائزة نوبل طبعا فده يعني من تحت خالص لفوق خالص بمجهوده أي بدوافره فده نموذج بالنسبة لي نموذج يحتزى بيه بشكل كبير وأنا بحب كتاباته يعني وبحب روحه كانت روحة خريفة جدا وبتحبه فقررت إنك تهديله العمل نتكلم عن الجائزة اللي فازت بيها المجموعة القصصية لحضرتك وهي طبعا جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي وهي جائزة سودانية آه دي جائزة سودانية بتقدم باسم الطيب صالح هو أهم أديب سوداني زي نجيب محفوظ عندنا أيوة فبتقدم باسم هذا الكاتب الفز المختلف المتميز جدا الطيب صالح بتقدم سنويا وبيقدم العمل لها مخطوط يعني مش عمل منشور يعني هو بيقدم عن طريق الميل هو قصص بتقدم أكتوب وتقدم عن طريق الميل فالحمد لله كان من نصيب أني 2021 المجموعة دي خادت لمركز الأول بين 401 مجموعة قصصية جميل جميل ألف مبروك على الجائزة الله يبرك فيك وسعداء جدا بلقاء حضرتك أستاذ عامر أنا أسعد بيك مرسي جدا